اليوم عندما تفاضلون الأمة المسلمة على غيرها من الأمم فعلى أي أساس تفاضلونها هل على أساس الكفر أم على أساس المنفعة أم على أساس المادة أم على أساس التقنية الحديثة الذي يحصل الآن أن المسلمين لم يدركوا بعد إلى الآن أن العالم الذي يحيط بهم ليس مؤمنا ومعنى ذلك أن إلهه هواه وأن الأخلاق التي لديه أخلاق نفعية براغماتية الهدف فيها هو الانتصار للذات قد قرأت مجموعة عجبا من المقالات ومن الأخبار أولا سأعطيكم مثالين فقط وسننتهي إن شاء الله المثال الأول للشخصية المسؤولة التي تعمل وتكدح من أجل نفسها هذا هو النظام الآن الغربي والشرقي عموما الذي يعمل في مؤسسة من المؤسسات يعمل من أجل ذاته من أجل أن يكون ذا مكان في المجتمع الشهرة همه المال يهمه هذه الأشياء الشهرة والمال تحقق له السعادة لا سعادة له إلا بها فإذا فقد هاتين الاثنين يستقيل من عمله ما عنده مشكلة لماذا يستقيل من عمله لأن استقالته من عمله تحفظ له الشهرة فتبقي له واحدا في مقابل واحد فتبقى الشهرة ولكن سيعمل وسيكسب المال لكن لا يسقط الشهرة أما إذا سقط عنه الاثنين فإن سبيله إلى الانتحار يذهب لينتحر خلاص انتهت الحياة بالنسبة له وعليكم أن تقرأوا في هذا شيء غريب جدا ولكن الناس الآن لا تحكم إلا بما يصل لديها من أخبار ولا تتتبع ما وراء الأخبار أيضا الذي يكون في مؤسسة غير المؤمن نحن نتحدث عن غير المؤمن وإن بدى معك أنه على أخلاق طيبة يا سلام شوف الابتسامة شوف الأمانة في العمل شوف الأخلاق ولكن أيها الإخوة أيها الإخوة انتبهوا جيدا هذا الإنسان غير المؤمن تظل علاقتك به علاقة نفعية لأنك بالنسبة له رزق مصدر رزق فإذا شعر أن مكانته من خلالك ستتضرر ليس لديه أي مانع أن يقتلك أو أن يضرك أو أن يسمك أو أن يفعل فيك ما يفعل وقد سألت مجموعة من هؤلاء لأتبين حقيقة هذا الأمر لا توجد أخلاق تحمل إنسان من الإنسان سوى أخلاق الإيمان أما أي خلق لا يبنى على الإيمان فهو خلق نفعي خلق مصلحي فقط فإياكم أن تغتروا نعم عليكم أن تقبلوا هذه الأخلاق وأن تؤيدوها وأن تباركوها ولكن لا يدفعكم هذا إلى المفاضلة بينها وبين المؤمنين المؤمنون الإيمان عندهم غالي الإيمان يتحكم في كل حياتهم أما المؤمن الذي ترك الإيمان ولم يلتزم به فيعني أنه خرق خرقا في هذه السفينة يوشك أن يغرق فيها يغرق بها ويغرق بها أهله هذا الموضوع ذكرته بالتفصيل في محاضرة بعنوان المولد النبوي ونهاية الجدل الفلسفي الأخلاقي القديم حللت فيه ما أستطيع من خلال قراءتي في الفلسفة الغربية للفلاسفة القدامة والفلاسفة المحدثين ابتداء من ديكارت وسبينوزا وكانت ومونتسكيو وغيرهم من الفلاسفة المختلفة ابتداء من سقراط وفلاطون وأرسطو وغيرهم من الفلاسفة الذين توسطوا في هذه المرحلة وأعطيت تحليلا جيدا أرجو عندما تنشر هذه المحاضرة أن تعودوا إليها لأن فيها تحليل أنا لا أتجنى ولا أتعدى على أي أخلاق كل أخلاق طيبة نحن نقبلها ولكن أي خلق ليس أساسه الإيمان يمكن أن يضحى بك ولذلك عندما تسمع اليوم تصريحات سياسية الدولة الفلانية أولا نحن أولا ولا يهمنا ما يجري في العالم وعندما تعلم أن هذه الدول تنسحب يوميا من المواثيق العالمية لحقوق الإنسان تدرك تماما أن الأخلاق نفعية وليس الدينية تنسحب يوميا من المواثيق العالمية